اشتركوا في القناة ملف جد وحساس ملف خطير وهو ملف التحكيم الجزائري ملف الفضائح قلتك هو الملف الذي له فيها عدة امور خطيرة هو عصبة الاتحادية ولكن لم يتغير شيئا لانه اصبحت المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة للكرة الجزائرية اقصى عدة حكماء دولي دين اكفاء هذا المنصب اللي الناس توجد فيزوروحان فيه فيه اطماء فيه دي كلون فيه لوبيات من رؤاس الاندية خاصة في التعيين الحكام حرب معلنة اندلعت بين جمال حمودي الحاكم الدولي السابق والصحتي والحاكم السابق محمد بشاري لدي عيونه على لجنة التحكيم بحمودي من جهة كلامها تتقيق لانه عنده كفاءات ولكن الناس تتكلم اعطات الاولوية لبشاري بقدرة القادر بتعيين من عن الصحفي اللي تكلمت عليه ان الصحفي عنده مدل يكن يهدد بالفيفا والان هات الصحفي هو الامر انه نمبر وان جديد في القود اولا راه يسير في هذا الرئيس الفاف المعين تكلمتنا وين تعالى هات الصحفي حصرها في الحياة عشان تزيبو تزيبو نحا تعالى انت تتكلمت عليه يا أخوتي الحمد لله دي كلاراسون درها حمودي سنسموها لكم وكان فيديو درها هذا تزيبو درها في الحياة اللي بيكا فيها حمودي وزكا بشاري لانه هو من بروبوض بشاري وهو من عين بشاري واقصى عدة كفاءات كان امور مبهمة والحكم شي يكون لكم هي كشكش هي تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة حمودي قصف بشاري اقصى قصر مرح ماش قال له كلام في الصاميم وقصف هذا الصحفي بانه هو من عين بشاري قل لك انا ما كانش ليني اقني في هات امور انا حاكم دولي والتيخ داعي يتكلم عندي في هاتي هوي كي يتكلم عندي في تحريك كي يتكلم عندي في هاتي هوي انا لم اجل الموقع حين الاخر دايكو بديمون دايكو بديمون دايكو بديمون دايكو انت تكأس القارات دايكو بلاحسب دايكو بالشامبيون بلاحسب بيشاري ما عنديش هدا الحكم رابع بزاف ما نحشبهش عليه باللي خدم جيرا دي ماتشكين بنوزا لاباس به محمد بن نوزا تني حاكم قيمة تكون طريق بن نوزا وحيمودي مع بشاري وحيمودي ريغ لحسب المصادر جدا موتوقة جدا موتوقة لكنا لن اشتغل تحت امارة بشاري مستحيل قد في مستوايا ما ينجمش يستعمل تسمعوا الفيديو عن عمار جابور ثم نشوفوا الرد العصي والقوي عن جمال حيمودي وحسب منا بروحيت شوكيت من قلية شوكلا ديكالارسون عن جمال حيمودي في جريزة الخابر نسمعوا ونبعد نهضر انشاء الله موسيقى 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 ترجمة نانسان موسيقى 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 آخ همات أخيرة هم يظل كل البخير حينما يظهر يا إجنبي حينما يستحظون هذه علاقة أنت لتباتي لا أقفه شكرا جزياد لنويذator 힘 hed كيف س desperانها لجهما السلام عليكم يا إع GREG ذلك هم الدولة Carlos نحن محن جمر ب characteristics ي esperanza خان!.. il y a des choix qui doivent être faits il y a un choix qui s'est porté sur Bishari cela ne veut pas dire et moi je retiendrai la première déclaration de Bishari cela ne veut pas dire que Haymoudi est exclu salamu alaykum s'il pose ce dip de questions il m'inquiète Haymoudi moi je suis inquiet pour lui moi ce que je veux dire il est algérien on l'en doute pas, il vit en france il ne faut pas l'oublier il a une activité dans l'arbitrage dans le district لن يتعب فيها ويسألت بها هذا جيد لكن حيمودي يجب أن يتعب فيها من العمل مدام الرئيس قال حكم دوريس بشاري قال كل من سترى هذا جيد لماذا حيمودي لا يريد أن يسأل فيها حيمودي سترى حيمودي سترى لن يتعب فيها فيها لأنه يستمر كل اللي سترى هذا كيب هو أشكرا لا يستطيع المفتد من أمام الله لكني نفسها بيشاري يأتي يأتي مع المقابرة وممتلك مع أجل المتابرة يأتي بشارة هذا ليس يعني أنه ليس أهلي بيشاري لا يسعني من أجل بركة مجمع نعم Voilà يا أخوتي إسمعتي تجيبو يجب أن يكون إلينا ما تتعادر على الأطلاع هناك بعض العالمين كمامول السي سي بي اللي دادا دو ديكراراسون بيشاري دانهم له في اللي بيرتي ورافض يتكلم في اي جريدة اخرى لازك السي سي بي هو كورتي دي زينيازيون ودروق كبيشاري جايحدم على العرغة ديراك تماما عندي واحد دوسي يخضوها غادي انتاردقها من بعد كواجد عدماء نرى خوتي الرد القوي تاع حيمودي مع ما جربو قال هاي كم طاي طاي قل كم السيد عايش في فرنسا يخدم شوية في فرنسا في التحكيم قل كذا ما نعطوها التماش مقصر نعطوها التكوين حيمودي قال لك انا مشيت قل كنا ما نجمش يحب ما نجمش انا اللي الناس المعلومة اللي عندي قال لك يرفض ربدا قاطعا ان يشتغل بامارة مشاهدي قل كنا نقدر نشتغل تحت امارة مجيبة لانه تاريخي عليا وانصي عليا قل كنا نقدر نخدم تحت امارة العكارن تحت امارة حنصال الناس اللي عندهم مستوى عالي وتعلمت منهم ولكن قل كذا لما جاء المقارنة معي ستسمعوا خاوتين دان شوفوا دروك نعطوكم واشقال ولا في جريدة الخبر الحوار درم اهلافق واحد وفونا نبدوها قل كنا احق من بشاري في رئاسة لجنة التحكيم بقلب مفتوح وكلمات مباشرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء اشهر جمال حيمودي البطاقة الحمراء في وجه زميله محمد بشاري واخرج الرجل في الحوار حصري عبر تقنية الواتساب خاصة به جريدة الخبر امس الصراع الخفيف في سلك التحكيم من الضلام الى النور القول بان لجنة التحكيم ليست مستشفى حتى يكون فيها الطبيب افضل من الممرض هذه معنية على بشاري بشاري بسكو ستة متر طبيب افضل من الممرض حيث حرص الحاكم الدول السابق على التعكيد دون لفل او دوران بانه احق برئاس لجنة التحكيم من الحاكم الدولي محمد بشاري وحجته وضع السيرة الداتية لكل واحد منهما على الميزان ليصل حمودي في قناعة مفادها ان رضوخ شرف الدين لصحفي وبعض المقربين منه ليقوم بتغيير قراره من حمودي الى بشاري شرف الدين امار اختاراني بعدها تدخل صاحا ولكن تراجع بعدها تدخل صاحا نبدو نشرت على صفحتك جملة تحمل سساؤلا متيرا لكم تشوفها للجدال وهي هل حمودي جمال جزائري ام لا ماذا تقصد من وراء ذلك ما اقصده واضح فقد ولدنا في الجزائر وترعنا بها وكبرنا فيها والجزائر التي ربتني منحتني الكثير وبفضلها بلقت مستوى عالي في مجال التحكيم ومن واجبي او من حقي ايضا اعيد للجزائر قليلا من خيرها وفضلها علي وتوقعت منطقيا ان يحدد ذلك لكن للأسف وجدت نفسي مرة اخرى مهمشا ما دفعني الى التساؤل على صفحتي الفلسوق ان كان حمودي جزائري ام لا حتى افهم سبب الاقصاء هل تقصد ان شرف الدين الرئيس الاتحادية المعين اقصى اقول معين اسم حوالي بس كما اقصى كبير تعيين بشاري لا يمكن ان اجزم ولا اريد ان اكون صريحا معك ومع الرأي العام فعدم وجود عدة اسماء ليست حمودي فقط تملك الكفاءة والتجربة والقدرة على خدمة التحكيم يتيل الاستغرار كما ان بعض الاخبار التي راجت بقوة وبلغت من المصادر الموتوق بها ان اسم جمال حمودي كان مطروحا بقوة لتولي منصب رئيس لجنة التحكيم الى جانب راشيد مجيبة وتغير القرار رئيس الاتحادية واختار بشاري في اخر مطاف وهذا امر غير طبيعي غير طبيعي طبعا غير طبيعي ففي كل بلدان العالم هناك مقاييس يتم الاعتماد عليها في الاختيار منها اختيار الكفاءات لمناصب المسؤولية ومن يكونوا لاحق التمثيل بلادي هو الاكتر كفاءة في عين نتحدث عن نجرة التحكيم من منطق ان يكون في الوجهة اكتر احكاما خبرة واكتر ادارة لمباراة المستوى العالي خلال مشواره وما يبدو لي ان الامور معكوسة في الجزائر لا فسيلة الداتية تجعلني احقه برئاسة لجنة التحكيم في الجزائر سؤال حتى نكون اكتر موضوحا عدم وجودك على رأس لجنة التحكيم او وجود حكم دولي سابق اخر في المنصب على الرغم من تجربتك الكبيرة كحكم دولي هو الذي تصبه بالامور المعكوسة حمودي يجعب لكل مقام من مقال هكذا يقال دائما والحقيقة تابتة ان الجزائر تملك عدة حكام دولين سابقين الذين يملكون الخضرة والكفاءة لكنهم يعانون التهميش مثلما يعاني التهميش عدة كفاءات جزائرية خارج كرة القدم وهو واقع وكأن منذ سبب فيه يفض ملح الكفاءات الجزائرية حق جميل البلد عليها واليوم وجدت نفسي من بين الضحايا دمن قائمة الكفاءات المهمشة لأضطر الى جلخ خبرتي تحت تصرف الحكام الفرنسيين وليس الجزائريين انت تقيم بفرنسا هل لديك الاستعداد للعمل في الجزائر؟ هناك من روج ويروج دائما بان جمال حمودي لا يترك فرنسا للعمل في الجزائر ومن يقود هذه الحملة أشخاص يريدون تلطيخ سمعتي والإساءة لي هم أناس لا تهمهم سوى مصلحاتهم وليس مصلحة التحكيم الجزائري وسلاحهم الأول لمحاربة الكفاءة يتمثل في نشر الإشاعات المغردة عنهم لأن الحقيقة بشأن جمال حمودي غير التي يروج لها هؤلاء ولدي ولدا ليس الاستعداد فقط بل الرغبة في خدمة الحكام الجزائيين وتمكنهم الاستفادة من خبراتي بدل منح خبراتي للاتحاد الفرنسي والحكام الفرنسيين قلت من قبل ان اسمك كان بحفظة رئيس الفاف شرف الدين وبعدها قرار تغييرها كيف كان تم التغيير ولماذا؟ لدي معطيات أولية بناء على مصادر مبتوقة بها وهي معطيات أكد بأن خيال عمارة شرف الدين استقر على شخصي وكان من مقرر أن يعود المنصب لي وليس لشخص آخر وأنا متأكد مية بالمية مما أقول وما حدث أن بعض الأطراف المؤثرة أغلقت الباب وجعلت رئيس الاتحادية يغير قراره من جمال حمودي إلى محمد بشاري ومن دفع الشرف الدين يتغيير بعض الأقارب منه من بينهم صحفي معروف تي زي فو كلامك يعرف اعترافا بأن عمارة شرف الدين يتم تسييله من طرف محيطه هذه قناعتي حتى وإن لم أكن بحوزة اليوم أدلا من موسى لكن المعلومات التي بلغتني من المصادر جد وموتوقة تجعلني مقتان بما أقول تقصد أنك أحق بمنصب رئيس لجنة التحكيم من بشاري ليس كذلك اختيار رئيس الاتحادية وليس لشيء آخر ثم أن السيرة الداتية التي تبردها حقية جمال حمودي أو محمد بشاري أو أي حاكم آخر بالمنصب وحين أتحدث عن السيرة الداتية أقصد بها مسيرة الحكام السابقين في مجال التحكيم وليس في مجالات أخرى غير كرة القدم سؤال جوابك غامل هل من توضيحات أكثر بشاري طبيب عام ونحن نتحدث عن التحكيم وليس عن المرضى بابابابابابابابا يجب وضع الأمور في نصابها حتى لا نغلة الرأي العام فهناك فرق شاسع wrong بين الحديد عن المستوى العلمي والمستوى التحكيمي أو بعبارة أدق مسيرة الحكم في مجال كرة القدم ما يحتاجه التحكيم الجزائري خبراء وليس دكاتر بابابابابا ثم هناك معيار يتم الإتكاث عليه وهو النزاهة ويحمل معنى ليس في موضوعين في كرة القدم والمصطلح الصحيح المستعمل في كرة القدم الفرنسية هو العدالة وليس النزار سؤال كل هذا لأن جميع الحمومة غير موجود أبدا جواب القاضية لا أراها بهذا الطرح إنما أنظر إلى محاربة الكفاءات وتفوية الفرصة على الجزائر للاستفادة من خبرة أبنائها كما أن هناك عدة حكام سابقين قادرون على تقديم الإضافة وتم تهميشهم وهم غير متوجدين من قائمة محمد بشاري على غير مرزاق حللشي وشرشار وفادوي وهذا دون الحديث عن دوليين سابقين وما أكثرهم ممن يملكون الكفاءة لتولي منصب مدير فدرالي للتحكيم وهو منصب تم الفصل فيه بسرعة البرق وبشكل غريب الاختيار يجب أن يفرده معيار من هو الأفضل ومن يملك القدرة على تقديم إضافة هناك من لا يملك الشجاعة اتخاذ القرارات ونجاح أي مسؤول مرهوم بكفاءته وبشخصيته أيضا سؤال اسمك وأسماء الحكام آخرين على غير المحمد زكريني مطروحة لإشراف على ليجان تنوية تتعلق للتكوين هل هذا صحيح؟ عندما تكون على قناعة بمستواك وبما يمكنك تقضيه من التحكيم الجزائري وتعرف حقيقة الأشخاص ونواياهم لا يمكنك أن تقبل على نفسك تكوين حكم دون أن تكون لك سلطة إشراكية في المباراة ومثل ما قلت في سؤالي هو مجرد كلام أو أن اسمي تم طرحه لكن لا يمكنني أقبل ذلك لكن لا يمكن أن نقبل أن نخدم تحت إمراض هاتب بشاري هل أختقى بشاري في اختيار آخر لجنة التحكيم؟ لقد اختار وهو المسؤول عن اختياراته وما أريد قوله أن هناك عدة حكام سابقين متابعين لآخر التطورات لهم ما بابا قصف سمعوا سؤالي سؤالي القدرة للمساهمة في خدمة تحكيم وتطويره وغير أنهم غير موجودين في القائمة ثم أن اختيار محمد بشاري نفسه خدع لتدخل بعض الأطراف المقربة من شرف دين عمار منهم صحافي بارز مثل ما سبق لتأكيده قد كان اسم حمودي مطروحا واسم أرشيد مجيبة أيضا بجانب اسم محمد بش لكن عمارة شرف الدين قد اختارني على ضوء مسيراتي الداتية ثم تغير تغيير خلال ثم ساعة القارجة بتدخل نفهم بأنك عددت مشروعا للتحكيم؟ نعم كان لدي رغبة فينا ولدي مشروع التحكيم وليس برنامج عمل لقد تعلمت الكثير من تجربتي كحاكم دولي أعضاء رائدة مباراة يعني أن هناك من تراه أنانية اليوم الأنانية في التحكيم كانت موجودة ولازال هناك عدة أنانيين اليوم سؤال وعب لكن محمد بشاري ليس فاقدا للكفاءة والخبرة قال له لا هذه وعب لو كنا في مستشفى رفعت القبة على القبة علي بشاري فهو طبيب وأنا ممرض بمعنى أنه آه هو صبري سنانفيرمي هو بحال فرملي قانونية فرملي هو صحكا فرملي فغليزا بمعنى أنه أعلى مستوى مني في مجال العمل الذي يجمعنا أما عندما ألتقي مع بشاري في مجال التحكيم فأنا أفضل منه عليه أن يرفع القبة عليه والسيرة الداتية لكل واحد منا كفيلة في الفصل بيننا با 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 في حوار بشاري اليوم في جلدة ليبارتي ليبارتي مع سي سي بي ولماري تحاش الخوط في سؤال طرح عليه ويتعلق بجمال حمودي ما تعليقك شو الجواب هي عادة محمد بشاري عادة عه فكلما يصل عند جمال حمودي يتراجع إلى الوراء لست أدري لماذا يهرب دائما عندنا أسئلة التي يرد فيها اسم حمودي فالجواب عندهم وفي النهاية فاقد الشيء لا يعطيه هل لديك مشكلة مع بشاري لا مشكلة لدي معه ربما هو لديه مشكلة معي وما السبب في رأيك ربما هي الغيرة ولست أدري لا مشكلة معه وفي النهاية وفي النهاية فيها ونستطيع التوطق سوف تنزلوا كيف كيف يمسوا بيشاري انا نقول لك بوجهك هكذا جاي ترقع تقضي الإزافة ونشبتك على فتاة عدية الله كاف هيا عندي دوسيق سلام عليكم بخوتي تحية لكم وتصموا بالصحة والعافية